اشتركوا في القناة يا عاشقاء نهجة الإمام المصطفى بدر التمام هذه قطوف من ضياط المصطفى زين الزيان قد شرفان وتعطران بثاني علم وبيان الحمد لله مكرمنا بأحسن البيان وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى المنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه الأعيان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان أما بعد فإن مما قص الله تبارك وتعالى علينا في أحسن القصص ما يتعلق بأحوال الناس في هذه الحياة من حيث مراقبتهم للأحداث ونظرتهم إليها وتعاملهم معها ونبه على ما يحصل ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان إما ضعيف الإيمان أو المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر والعذو بالله تبارك وتعالى ويقول في ذكر وصفهم وحالهم وتعاملهم مع الأحداث وإن منكم لمن ليبطئن وإن منكم لمن ليبطئن يتوانى ويتراخى ويتكاسل عن الجهاد ويغري غيره بالتأخر وبالتكاسل عن أداء الواجب وهكذا شأن نفوس كثيرة في هذه الحياة تتأخر عن القيام بالواجبات وتحب أن يتأخر غيرها معها كذلك وأن تقطع غيرها عن أن يقوم مقام الجدي أو يظهر مظهر الصدق والوجه وإن منكم لمن ليبطئن فيتراخى عن القيام بكثير من الواجبات فيما يتعلق بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله في الصلح بين الناس في أنواع من الفوائد التي تعود على الأمة وبعد ذلك يبقى مراقبا للنتائج فهو متقاسل متضبط كحال كثير من المنافقين وضعفاء المؤمنين الذين إذا كثر الإرجاف والكلام تأثروا وأثر عليهم ربما حاولوا أن يوصلوا ذلك الأثر إلى من سواه ويتقصد ذلك أهل النفاق كعبد الله بن أبي وما كان منه مثلا من نماذج عمله تأخره مع جماعة من المنافقين ومن تبعهم من الضعفة في الإيمان في يوم أحد ورجع بثلاثمائة من الألف الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن منكم لمن ليبطئنه ثم بعد ذلك فإن أصابكم فضل من الله يقول وإن منكم لمن ليبطئنه فإن أصابتكم مصيبة قال لقد أنعم الله عليه فكذلك يقول مثل هذا المنافق وغيره من المنافقين يقول قد أنعم الله وعليه إذ لم أكن معهم شهيدا أي إذا نالكم في ظاهر الأمر شيء من الجرح والقتل وما تتعب به الأجساد فإذا أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليها إذ لم أكن معهم شهيدا ولهم في ذلك أقاويل منهم يقولوا لو أطاعونا ما قتلوا منهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنها هنا إلى غير ذلك من الأقاويل المتخيلة الباطلة رد الحق تبارك وتعالى عليها في كتابه القصد أنه إذن يقص علينا طبيعة الحال التي تتشابه بين أهل الضعف في الإيمان وبين أهل النفاق في مختلف الأزمنة والأحوال فهناك تراخن وهناك تباطه وهناك إغوى للغير وإغرى بالتأخر والتباطي والإنصراف عن القيام بكثير من الواجبات فإذا جاءت النتيجة أنه عند القيام بالواجب تعرضوا لشيء من الشدة أو النكبة وهي أمور منطوية بالنسبة للمخلصين الصديقين على أجور وعلى مراتب وعلى مواهب من الواهب وعلى درجات يرتقون فيها وعلى منازل يحصلونها وعلى رضوان من الله يتسعوا لهم فكلها مكاسب وفوائد لكن هذه الحقائق تغيب عن من لم يتغلغ للإيمان في قلبه وصدره فلذا واجب أن تسقل مراي القلوب بنور الإيمان الزاهر الزاهي حتى يصح قيام الميزان على وجهه في النظر إلى الأحداث والوقائع والظروف وما ينال الناس فهول بمنظارهم أن ما أصاب الناس من الشدة في مثل أحد وغيرها أن ذلك مصيبا وأنهم نجوا إذ لم يحضروا ذلك وما علموا أنهم من سادة شهداء الأحياء عند ربهم الذين قال لهم رب السماوات والأرض تمنوا علي ما شيتم والجل جلاله وتعالى في علا وأنهم حصلوا شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم الشهداء وعند الله يوم القيامة إلى غير ذلك مما آتاهم وأكرمهم الحق جل جلاله وتعالى في علا وأن تترى الناس في هذه الحياة عند تحصيل شيء مهم مما يعظم في نفسهم وأكثره مثل المال عند ذلك يهون عليهم أن يغامروا يهون عليهم أن يقعوا في مغامرات تينالهم بسببها إلى حد القتل أن يقتل من يقتل منهم ولكنهم بحكم نفسياتهم يرى الكل أنه ما دام في سبيل تحصيل هذا الأمر المرغب فالأمر يسير وهي وهذا ميزان أهل الحس من أهل النفاق والكفر ولكن من آمن امتد ميزانه إلى إدراك حقائق الأمر وأن صبر الإنسان وتحمله من أجل متاع فان حتى أن يصل به إلى القتل نوع من السفه والغبابة ولكن بذل هذه الروح وبذل هذه النفس ومقاسات الشدايد من أجل كرامة أبدية وخلد في النعيم هذا هو العقل وهذا هو البذل الصحيح والتصرف القويم المستقيم الصحيح هذه الموازين يتبينها لنا الحق في كتابه بهذه القصص فإذا أصابتكم قال قد أنعم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدة يقول انظروا إلى ميزاني هذا أنا أخبركم أن نعمتي عليكم بالإيمان وبالإسلام وبالجهاد في سبيلي وبالشهادة في سبيلي وبأوصاف صالحة طيبة هذا إنعامي عليكم وهذا يعد أن تأخره عن نبي وبعده عن القيام بما فرضت عليه وأحببت منه أنه نعمة وليس ذلك بنامه قد أنعم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا لم أحضر معهم فأنا بعيد منهم يقول سبحانه وتعالى وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا ولين أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن وفي قراءة بعضهم كأن لم تكن بينكم وبينهم وودة يا ليتني كنت معهم حاضرا فأفوز فوزا عظيم والفوز العظيم في هذا النظر القاصر تحصيل الغنيمة تحصيل المال فأفوز فوزا عظيم هذا هو الفوز عنده وما علم من الذي فاز ولكن عكس هذا كما رأيته في بعض الصحب الأكرمين وأمنهم عمر بن حرام عليه رضوان الله تعالى إذ قاتله مشرك كافر فجاء من خلفه فأنفذ فيه سهما خرج من دخل من ظهره وخرج من بين ثديه من صدره فاسترم الدم بيديه فامتلأت يداه دمان لما يخل جروحه فرمى به يمن يسره هو يقول فزت ورب القعبة فزت ورب القعبة فجاء الكافر يقول ما يقوله هذا فزت الذي قتلته ماذا فاز فلما أسلم تابع النبي قال علمته أنه فاز أدركته ما كان يقوله ذاك اليوم اليوم ذاك لما انكشف عنه هذا الحجاب الكثيف من الاغترار بالزخوف والفانيات وهو الذي يحرص على تكثيفه القطاع الطريق على عباد الله تعالى من الشيطان وجند من الإنس والجن يعدمون شان الحقيق الزائل ويجعلون الفوز العظيم فيه وليس ذلك هو الفوز ولكن والله الفوز الضفر برضوان الله ولقد كان صلى الله سبحانه إذا بعثا سرية يقول لهم ولأنتاتوني بإسلامهم أحب لي من تاتوني بأموالهم وذرارهم تسبونهم لأنتاتوني بإسلامهم هذا هو الفوز يقول لسيدنا علي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم فانظر إلى هذه الموازين لو قامت على وجهها لما كان هذا الصطو وهذا الظلم وما يشتكي منه الناس اليوم مما هو واقع في حياة ما دفعهم إليه وما أوصلهم إليه ولو استقام هذا الميزان لأقفلت أبواب كثيرة من أبواب اعتداء الناس على بعضهم البعض يقول سبحانه وتعالى ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهما وده أي لم يجمعكم مكان ولا زمان ولا دين ولا ضرف واحد يشملكم أجمعين كأن لم يكن بينكم بينهما وده يا ليتني كنت معهم فأفوزه عظيمة ماذا؟ قرب من الله أم رضوان أم جنة يدخل مال يحسله وغني ما يقاسم فيها فهذا عنده هو الفوز العظيم ولكن ميزان الفوز في كتاب الله تعالى هو من يطرع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ثم يتصل هذا الفوز بمعنى الفوز الدائم فمن زحزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فقد فاز ويقول سبحانه وتعالى ليكفر الله ويقول سبحانه وتعالى ليدخل المؤمنات جنات تجد من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وكان ذلك عند الله فوزا عظيما فعلى أهل الملة أن ينظروا إلى هذا الميزان أقائم بينهم أم عملت عوامل الإصغاء إلى المرجفين من الكفار ومن برامجهم فيهم عملا اختل به هذا الميزان عندهم لحقائق الفوز ما هو الفوز ومن الفائز حقيقة أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى بالقصص الحق نعرف الفوز الحق والخسران الحق قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران المبين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وفاز المؤمنون المقنون باللقاء إيمانا يحملهم على التهيئ والاستعداد لذاك اللقاء يقول سبحانه وتعالى ليقول أنك ألم يكن بينكم وبينهم ودتني أليت أني كنتم معا فأفوز فوزا عظيما يقول الحق تبارك وتعالى إذا اتضحت لكم هذه الموازين فليقاتل في سبيل أهل الذين يشهرون الحياة الدنيا بالآخرة الذين يبيعون الفانية ويأخذون الباقية ثمانا ضخما فثمانا غاليا ثمانا عظيما فليقاتل في سبيل أهل يشهرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة وذلك أن الفوز محقق لهم في كل الأمرين ومن يقاتل في سبيل أهل يقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وذلك أن المؤمن الصادق لا يفر ولا يهرب عند القتال فيقتل أو يغلب واحد من الاثنين ما يمكن أن يفر ويرجع فارا من هزما ولكن فيقتل أو يغلب وفي كل الحالين فسوف نؤتيه أجرا عظيما ويقول سبحانه وتعالى مذكرا بأن الواجبات المشروعة كمثل هذا الجهاد الصافي القائم على الأساس الصحيحي في موازين القرآن والسنة الذي لا تحمل عليه الأراء الضيقة ولا يحمل عليه الإرادات الرخيصة الإرادات التافية التعظيم للفانيات إرادة السلطة ولا إرادة المال ولا إرادة الذكر ولا إرادة المغنم ولا أن يذكر بالشجاع وإلى غير ذلك هذا الجهاد بوجهه يترتب عليه إبعاد الظلم وإنقاذ المستبعفين ولهذا أتبعها بقوله جل جلاله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستبعفين من الرجال والنساء والولدان ويقول ابن عباس كنت أنا وأمي من المستبعفين أي من الذين مرت عليهم أيام بمكة المكرمة تحت ضغط تلك الصطوة من الكافرين على المؤمنين والمستبعفين من الرجال والنساء والولدان وذكر الولدان على وجه الخصوص استبعاثا للعقول وللأواطف أن ترى أن ترك الواجبات كيف يصيب الناس بالظلم وانتهاك الحرمات حتى يتأذى منهم الأطفال ويتأذى منهم الصغار ويكون عليهم ما يكون فبذلك يعلموا أن ذلك أمر مستفضع وأن ذلك أمر شنيعا عند الفطرة السليمة أن يقتل الأطفال والأبرياء وأنه يجب أن تهب العقول والقلوب والعواطف لنصرة هؤلاء المستضعفين من الرجال المساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرجة الظالم أهلها بالكفر والشرك والذين يوذون الغير والذين يضايقون السواء والذين يوقعون الأذى بمن خرج عن ظلمهم أو كفرهم وملتهم وخصوصا للمستضعفين يقول من هذه القرجة الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وذلك أنه بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بقي المستضعفون هناك يوذون ويريد منهم أن يهاجر فلا يمكن من الخروج وهكذا كان الأذى قد نال السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وأمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة فكانت الظروف صعبة مرت عليهم بمكة المكرمة وخرج أكثر المهاجرين بعد ذلك سرا ويذكر أن سيدنا عمر هو الذي أعلن خروجه للهجرة وقال في مجتمع قريش عند القعبة إني مهاجر غدا إلى الله سبحانه وتعالى في سبيل الله ورسولي فمن أراد أن تثكله أمه فليلقني في الطريق في المكان فأنا أخرج من هذا الطريق وتوشح سيفه فخرج ألم يتعرض له أحد وكانوا يحبسون المستضعفين حتى أخروا سيدنا صهيب رضي الله تعالى عنه وما مكنوه من الخروج حتى وجد فرصة ففره فلقيه بعضهم فتخلص منهم بأن يعطيهم جميع ما يملك وما ترك في مكة مقابل أن يسمحوا له بالغروج فخرج وجاء فيه ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا فهكذا شأن النظرة في تقويم هذا الميزان من خلال القصص الحق ويجب علينا معشر الأمة عامة ونحن تمر بين الأيام ونستقبل المواسم المباركة كرمضان وغيره في خلال العام أن لا نخرج منها إلا بتقويم الموازين من حيث ما قص علينا الحق قصص الحق ونعلم ما هو الفوز وما هي العظمة وكيف نتعامل مع الأحداث فإنها ليست بظواهرها ويقول سبحانه وتعالى فأسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا إن الخير ما هو خير عند الله اجعل وجهتنا يا ربنا إليك واعتمادنا عليك وخذ بأيدينا ونواصينا أخذ أهل الفضل والكرم عليك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة يا سالكا سبول السلام يا عاشقا نهج الإمام المصطفى بدر التمام هذه قطوب من رياض المصطفى زين الزياد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر